بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيبي عاملين ايه معكم هيبة من قناة بيتك اجمل معي النهاردة هنعمل منظم التوك السهل قوي ممكن تستخدمي للتوك وكم ممكن كمان تستخدمي للإكسسورات فانا هعمل النهاردة اثنين واحد للتوك واحد للإكسسورات البناتي هعملون مننا طبعا كلنا عندنا اللي هي الكارتونة ديت بتاعة الورق الفويل بتاعة المناديل المطبخ بنرميها بعد ما بنستخدمها لأ النهاردة جاي اقول لك ما ترميهاش هنستخدمها في حاجات مهمة جدا وهعملكوا بيها حاجات حلوة قوي دلوقتي عشان هي طويلة شوية لان بتاعة ورق فويل فانا هقسمها اتنين زي ما انت شايفة كده كمان هجيب اتنين كارتونة كارتونة عضية بتاعة اي حاجة كارتونة شبسي بتاعة اي حاجة خلص هقطحها مربع كده زي ما انت شايفة وبعد كده هجيب مسدس الشمع ومعايا كده هبدأ اللي انا اغلف الكارتونة اللي هي القاعدة اللي انا هحط عليها اللي استوانة اللي انا قصتها هغلفها كده ممكن تتغلي فيها في فوم ممكن تلونيها زي ما تحبي انا عندي اللي هو الورق دوت اللي بيلزق فابدأ دلوقتي ألزقها عليها عشان تبقى شكلها حلو بالشكل دوت كده دلوقتي بقى انا بعد ما اغلفتها كده بقت معايا كارتونة طبعا اتدارت خالص ما بقتش شكلها كارتونة بقت اتنين مربعين هبدأ اجيب اللي هي الاستوانة ديت هاعد اه هلزقها بقى بالستيكر دوت زي ما انت شايفة كده هداري اي كارتونة فيها عشان تديني شكل كده شكل حلو اهي بالشكل دوت كده سهلة او بسيطة جدا يعني اي حد ممكن يقوم يعملها وينفزها وبجد هتفرق معاكي اوي في الدولاب بتاع بنطك او على التسريح هتبقى شكلها حلو هبدأ اجيب الشمع اللزق والزقها كده من على الاطراف والزقها في الكارتونة المربعة من تحت زي ما انت شايفة كده هسبتها طبعا دلوقتي انا خلصتها بالشكل دوت كده بقت معايا اه شكلها شيك زي ما انت شايفة كده ممكن هنستخدمها في حاجات كتير اوي اه ممكن انت يبقى عندك لها افكار اكتر من الافكار اللي عندي انا بديك الفكرة وانت تنفيذيها ممكن تعمليها بالقماش اللي هو الفر ودوت هتبقى حلوة قوي معاكي تعمليها نفس اللون بتاع الاوضة وتحطيها على التسريح هتبقى شكلها شيك اه انا عندي خرص كده صغير فانا قلت ايه بدل ما سيبها سيدة كده اه يعني اغير الشكل بتاعها وحط كده خرزاية من كل جنب عشان تديني شكل بالشكل دوت كده هحط في الاربع اتجاهات هحط فيهم خرص فكرة سهلة او بسيطة جدا بس بجد اه فرقت معايا جاملت يعني لما تعمليها هتلم الاكسسورات كلها هتلم كمان اتوك كلها هوريكي في الاخر هنحط فيها الاكسسورات ازاي بجد حلوة قوي وعملية جدا ومش بتتباع برا يعني لو كنت انا لقيتها بتتباع بلاستيك برا او مسلا اا اا ما عدن كنت اشتريتها لكن ملقتهاش بصراحة فانا قررت اللي انا اعملها من حاجة كنا هنرميها اقدرنا اللي احنا نستفيد بيها كمان ممكن تخلي بنط كهية اللي تقعد تعملها اا بجد هتفرق معايا اوي وهتبقى لما لها الاكسسورات بتاعتها بدل ما الحاجات بتبقى مرمية في الاضراج ومش عارفين نحطها فين لأ هتبقى شكلها حلوة اوي زي ما انت شايفة كده انا دلوقتي كده خلصتها زي ما انت شايفة اهي باقت عندي بالشكل دوك كده وطبعا سبتة لان المربع اللي انا حطها دوك الكارتونة بتاعته تقيلة شوية فعشان كده هي سبتة هبدأ اجيب بقى التوك التوك زي ما انت شايفها كده اللي هي التوك التوك العادية خالص اللي هي الاستك مش التوك اللي بنلبسها على شعرنا من فوق لا التوك اللي هي الاستك العادية خالص ان شاء الله هعملك منظم التوك اللي هي الطوق بازن الله آآ هعمله لكم برضو بطريقتي طريقة سهلة قوي بجد منظم لي الدولاب بخليه آآ التوك التوك دي ما بنبقاش عارفين وحطها فين بس ان شاء الله هعملها لكم بالشكل دوك كده حطيت التوك الاستك في واحدة والتانية هبدأ احط بقى فيها الاكسسورات اللي هي الغواج بتاعت البنات والانسيالات زي ما انتو شايفين كده كل الحاجات ديت لما بحطها في العلمة المنة او بحطها في الدرج بجد بيبقى آآ شكلهم مش حلو حتى لو مش شكلهم حلو كمان بيمسكوا ببعض وبيبقوا معقدين كده عشان تفك واحدة من واحدة بتلاقيها تقطعت بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة يا ربي يعجبك لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك والشير بقى لصحابك عشان كلهم يستفيدوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة